لو أخذ قرار الواحد سهر قيل وقال وكلام فارق وغيبة ونميمة حتى الساعة الواحدة في معظم الأيام تفوته صلاة الفجر وإذا إنسان فاتته صلاة الفجر كمن بال الشيطان في أذنه وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم فإن هذه الأمة قد بورك لها في بكورها أيها الإخوة الكرام هذه بنود سبعة في زيادة الرزق من هذه الأسباب قراءة القرآن الكريم وقد يعجب السامع ما علاقة قراءة القرآن الكريم بزيادة الرزق يقول عليه الصلاة والسلام البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويوسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويوسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين وإن البيت الذي لا يقرأ فيه يضيق على أهله ويقل خيره وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين إنك إذا قرأت القرآن الكريم اقتربت من الله وإذا اقتربت منه اقتربت من طاعته وإذا أطعته كافأك بسعة الرزق وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن غنًا لا فقر بعده ولا غنًا دونه إن القرآن غنًا لا فقر بعده ولا غنًا دونه وروى الإمام الغزالي قصة أن رجلاً لازم باب عمر رضي الله عنه ضاق به زرعاً قال يا هذا هاجرت إلى عمر أم إلى الله؟ هذه مشكلة تقع في كل وقت يعني إنسان ينسى الله يرى الشيخ كل يوم كل يوم كل يوم استقمت ما صار معي شيء قديت الصلوات الخمس وقيام الليل ما ارتزأت لا يرى الله يرى الشيخ هذا خطأ كبير قال له هاجرت إلي أم إلى الله؟ تعلمي القرآن فإنه يغنيك عن بابي فغاب حتى فقده عمر فوجده يتعبد فقال قرأت القرآن فأغناني عن عمر فقال وما وجدت فيه؟ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فبكى عمر رضي الله عنه أول نقطة في هذه الخطبة أن قراءة القرآن توسع الرزق البند الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أحد أصحاب رسول الله سمرة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ما أقرب الأعمال إلى الله عز وجل؟ قال صدق الحديث وأداء الأمانة قلت يا رسول الله زدنا قال صلاة الليل وصوم الهواجر قلت يا رسول الله زدنا قال كثرة الذكر والصلاة عليه تنفي الفقر كثرة الذكر والصلاة عليه تنفي الفقر قلت يا رسول الله زدنا قال من أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير والعليل والضعيف وذا الحاجة وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد طلب الخير من مكامنه أي أنت حينما تصلي على النبي تذكر كماله، تذكر ورعه تذكر استقامته، تذكر حبه لله فإذا اقتديت به استحققت أن يوسع الله عليك في الرزق حديث آخر روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة، يعني الدعاء فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي قال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت قال وإن زدت، قال فهو خير لك قلت الثلثين، قال ما شئت، وإن زدت، قال ما شئت قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك هذا كلام المعصوم، هذا كلام سيد الأنبياء والمرسلين هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى أيها الإخوة، هناك مفهوم سلبي كي ترضى بالرزق، قال ذكر الموت مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس من مجالس الأنصار رآهم يمزحون ويضحكون، طبعاً مزاحاً بريئاً ومشروعاً لكنه أراد أن يعظهم، قال أكثروا ذكر هذه من لذات فإنه لم يكن في كثير إلا قلّله ولا في قليل إلا كثره أنت حينما تفكر أن نهاية الحياة الموت وأنه ينتقل المرء من القصر إلى القبر فإذا كان في بحبوحة كبيرة رآها زائلة وإن كان في قلة رآها موقتة لذلك ورد في بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء لا يدخل ذكر الموت بيتاً إلا رضي أهله بما قسم لهم يعني بالنهاية إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه يعني ما في عليه مذكرة بحث غير ملاحق غير مطلوب للعدالة إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها هذا البند في الخطبة طابعه سلبي إن أيقنت أنك سوف تموت ترضى بما أنت فيه أيها الإخوة أحد أسباب زيادة الرزق عدم النوم بعد صلاة الفجر فقد قال عليه الصلاة والسلام الصبحة تمنع الرزق وفي رواية تمنع بعض الرزق والحديث المألوف والمشهور بورك لأمتي في بكورها والذي يؤلم أشد الألم أن الغربيين في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا تبدأ الحركة الكسيفة بدأ من الساعة الخامسة صباحاً كنت قبل أسبوع في مدينة بفرنسا والله الساعة التاسعة مساءً ما وجدت إنسان في الطريق ولا إنسان في مدينة كبيرة ينامون باكراً لترتاح أجسامهم وينهضون باكراً إلى أعمالهم ليركزوا في أعمالهم نحن أحقوا بهذا منهم نحن للساعة واحدة، ثنتين، ثلاثة ما في شيء يبدأ قبل الساعة ١١ ثانية لا في المكاتب ولا في المحلات التجارية كل شيء لسا المعلم ما أجب للساعة ١١ ما في حركة هؤلاء الذين يعملوا الواحد منهم ثمان ساعات في بلاد نامية يعمل الإنسان ٢٧ دقيقة وفي بلد آخر ١٧ دقيقة وفي بلد آخر أقل من دقيقة لا تصدق أن تستطيع أمة يعمل أفرادها بالدقائق أن تنتصر على أمة يعمل أفرادها ثمان ساعات يومياً فلذلك أحد أسباب زيادة الرزق عدم النوم بعد صلاة الفجر أنا لا أمنع هذا إطلاقاً لا يوجد حكم شرعي إذاً إنسان صلى الفجر في جماعة واستلقى ساعة أو ساعتين المقصود أن تباكر إلى الرزق أحد علماء دمشق ألف أكبر موسوعة فقهية عشرين جزء تقريباً وأكبر موسوعة في تفسير القرآن أقسم لي بالله أن هذين الكتابين الكبيرين ألفهما ما بين الساعة الرابعة صباحاً والساعة الثامنة وقت الفجر وأنا أقول لكم والله الذي أنجزه أحياناً بعد صلاة الفجر إلى الساعة الثامنة يزيد عن أربع أضعاف ما أنجزه أثناء اليوم بولك لأمتي في بكوري عود نفسك أن تنام باكراً تنام باكراً تستيقظ على صلاة الفجر وكأنك حصان نشيط هذا وقت البركة وقت التجلي وقت الرحمة لو يعلم الناس ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبواً ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح سيد فاطمة مر بها النبي الكريم وهي مضجعة فقال يا بنيتي قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مرة ينبغي أن ألتقي مع إنسان قال لي الساعة السادسة صباحاً في مكتبه لفت نظري الساعة السادسة صباحاً هذا وقت لم يألف الناس أن يلتقوا به قال لي أنا كنت صغيراً وكان أبي يوقظني لصلاة قيام الليل كل يوم فألفت هذه العادة أنا قبل الفجر بساعة أستيقظ وأبقى إلى المساء وأنام باكراً واخد قرار الواحد سهر قيل وقال وكلام فارغ وغيبة ونميمة حتى الساعة الواحدة في معظم الأيام تفوته صلاة الفجر وإذا إنسان فاتته صلاة الفجر كمن بال الشيطان في أذنه وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم فإن هذه الأمة قد بورك لها في بكورها والدعاء النبوي اللهم بارك لأمة في بكورها وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم أول النهار لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس باكروا طلب الرزق والحوائج فإن الغدوة بركة ونجاح أيها الإخوة بند آخر من أسباب زيادة الرزق التوسعة على العيال التوسعة على العيال أحد أسباب زيادة الرزق يقول عليه الصلاة والسلام إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم الذي يوسع على من حوله يوسع الله عليه الذي يتولى ما تحتاجه أخواته الفقيرات يوسع الله عليه الذي يتولى جيرانه يوسع الله عليه الذي يتولى الفقراء والمساكين يوسع الله عليه بقدر ما تنفق يأتيك الرزق تضيق يضيق عليك توسع يوسع عليك ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم فمن كثر كثر الله له ومن قلل قلل الله له والحديث القدسي أنفق أنفق عليك يد الله ملأة لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبير إمساك تضيق فأخذ بعمامته فجذبها إليه وقال يا ابن العوام أنا رسول الله إليك وإلى الخاص يقول الله عز وجل أنفق أنفق عليك ولا ترده فيشتد عليك الطلب إن في هذه السماء بابا مفتوحا ينزل منه رزق كل مرئ بقدر نفقته أو صدقته ونيته فمن قلل قلل الله عليه ومن كثر كثر الله عليه وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام يا عمران إن الله تبارك وتعالى يحب الإنفاق ويبغض الإختار فأنفق وأطعم ولا تصرر صرا فيعشر عليك الطلب وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدليات في الدنيا من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة والبخل شجرة من شجر النار أغصانها متدليات في الدنيا من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار أنفق أنفق عليك أنفق بلاله ولا تخش من ذي العرش إقلالا أيها الإخوة عندنا بند آخر سادس حسن الخلق أحد أسباب زيادة الرزق عن أنس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام حسن الخلق وكف الأذى يزيدان في الرزق الحليم مرزوق العفو مرزوق الكريم مرزوق المنصف مرزوق حسن الخلق وكف الأذى يزيدان في الرزق وعن عبادة بن الصامط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إِنَّ اللَّهَ تَعَالَ إِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ بَقَاءً أو نَمَاءً وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ إِقْتِطَاعًا فَتَحَ عَلَيْهِمْ بَابَ خِيَانًا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخِذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُمْلِسُونَ أيها الأخوة الأمانة تجر الرزق دقيق، هذا قانون الأمين موثوق يتمنى الناس أن يشاركون يعطيه الناس أموالهم ليتجر بها أي أكبر سروة تملكها على الإطلاق أن تكون أميناً أمانتك سبب وفرة الرزق في حديث آخر الأمانة غنًا بالمعنى المادي بحق الأعمال التجارية الموظف الأمين مطلوب وراته مرتفع ومركزه قوي وينمو باستمرار الأمانة غنًا الوفاء والصدق يجران الرزق إذا واحد بشركة وفي بصاحب الشركة لم يضيع وقت الدوام إطلاقاً الوفاء والصدق يجران الرزق والأمانة غنًا ومن يحرم الرفقة يحرم الخير وهذا الكلام موجه للشباب بند سابع من بنود هذه الخطبة أن النكاح أحد أسباب زيادة الرزق وقد لا يفهم الإنسان هذا المعنى هو بضائقة يعني داويها بالتي كانت هي الداء هو بضائقة أنت حينما تطلب العفاف الله عز وجل يفتح لك أبواب الرزق يأتيك رزقك ورزق حليلتك الأدلة يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس التمسوا الرزق بالنكاح أنت حينما تفكر أن تتزوج امرأة صالحة تسترها وتجبر خاطرها أنت الآن مرزوق تصير وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال يعني تأتي ومعها رزقها والآية الكريمة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشك إليه الحاجة والفقر فقال عليك بالباء عليك بالزواج شك إليه الفقر ما معه قال له عليك بالزواج وعن عمر رضي الله عنه قال عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباء بالزواج والله تعالى يقول دققوا الآن يفهموها فهم خاص هذه الآية إن يكونوا فقراء قبل الزواج يغنهم الله من فضله بعد الزواج وفي الجامع الصغير أدة أحاديث تبدأ بحق حق الوالد على ولده، حق الولد على أبيه حق الزوجة على زوجة، حق الزوجة على زوجته حق المسلم على المسلم، حق أحاديث كثيرة لكن هناك حديث واحد إذا قرأه الشاب ينبغي أن يقشعر جلده حق المسلم على الله أن يرزقه إذا طلب العفاف حق المسلم على الله أن يرزقه إذا طلب العفاف وقال عليه الصلاة والسلام سلاسة حق على الله أن يغنيهم المجاهد في سبيل الله والناكح يريد أن يستعفر والمكاتب يريد الأداء وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح أطيعوا الله أنت حينما تتزوج تطيعوا الله الدليل وأنكحوا الأيام منكم أمر إلهي تزوجوا أيها الشباب أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وعن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفاقة فأمره أن يتزوج كم حديث صاروا؟ ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه وأن يبارك له من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن تزوج أقول لك ما عندي بيت ما عندي عمل كيف أقدم على الزواج؟ نقول لك أقدم على الزواج ثقة بالله كل هذه الأحاديث وتلك الآية ينبغي أن تكفيك أن تثق بالله من تزوج ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن أحيا أرضاً ميتة ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه وأن يبارك له أما من تتزوج حديثان يقول عليه الصلاة والسلام إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها بس بدأ بدينها لدينها والجمال مطلوب لدينها وجمالها كان ذلك سداداً من عوز أما الحديث الذي يقسم الظهر من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاً ومن تزوجها لمالها فقط ما همه أمر دينها لم يزده الله إلا فقراً ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا ذناءة ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو ليحصن فرجه أو ليصر رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه يعني فعليك بذات الدين تربت يدك ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى